يا أصداد إبراهيم 90% من اللي بيتقال وبيتاجب بالقالة بمناسبة الانتقالات غير حقيقة غير حقيقة أدي لك مثل لما يكون مستوى الحوار في موضوع عمر كمال عبدالواحد مع رئيس النادي فقط بناء على طلبه هل ممكن نتكلم ونقول حصل وما حصل شيء وهو الأمر بين رئيس النادي وانت أنا والكابتن الخطيئ هدي المسلس فلا الكابتن هيقول ولا انت قل وبناء على طلبه البداية كان فيها ناس تانية والطلبات كان فيها ناس تانية لكن تطور الأحداث وما يجري حصل الموضوع طيب أنا بقى رأي حاجات بقى غريبة جدا يصل البعض ياسف ايه التهريك ده وإيه النوم ده وبعدين هو انتوا عارفين التمن اللي ينبغي دفعه في كل رغبة ورغبات النادي الأهلي انت هتخلو نادي الأهلي يعني يدفع حاجة أكتر بالضغط ده مش منطقية وتيه يرجع يتاول نادي الأهلي ايه زي تعمل كده ايه مش فيه حسابات مش فيه قوائم مش فيه ترتيب عند الراجل وبطوله حيلعبه وعيش يرجع منها يبتدي عندنا لسه موسي المتقلات في ينادي فيه اعتبارات في النادي فيه اللي انتوا عايزين تعرفوه وفورا ولا يبقى فيه فصور انما البعض يريد ان كل دور فيها يخفيها فيها يخفيها فيه بعد الناس بتفكر كده اه فتبتدي تسراب لك كلام اه فكرة يا جماعة الكلام ده خطير ومهم جدا وانا بقول لانه بيفسر كتير من السيناريو اللي موجود انا بقول ان فيه ناس بتضغط وبتتكلم وبتفسر وبتنفرد وبتحكم كامل وكل يوم التاني علشان بيها يخفيها واللعيب نفسه بقى اه رد الفعل عليه ايه اه لما يتقلوا فيه تردد فيه بتاعه والمنافس يشعر بايه اللي عايز يتدخل ليه ليه بتسيبونا لا يوجد مفاوضات عن طريق الاعلام ابدا وسطاء السمسرة والوكلة في الوسط طبعا ده جز اه وجز من الاعلام اللي مرتبط به وجز من الاعلام اللي عايز يبقاله رأي مستقل ولكن مخالف اه وجز من الذي لا يرى الحقاق الا من بعيد فمش شايفة كلها اه انا مش بتام النواية اه انا بس بقولك ان ان دي المشهد فيه ايه بالزرعة فيه حسابات كتيرة وفي الاخر ترجع تحسبني على اللي انت تخيلته مش اللي أنا بعمله واخن مش فيهم الايام اه ناقد كبير بنحتارم رأيه كلنا قالك المفروض والمفروض والمفروض تعال تفرج بيحصل ده ولا ما بيحصلش بس ما تجي لي بقى ما تجي ليش كاكاعلامي تطلع تعالي هفرجك اه بيحصل ايه سبقين ايه كل الاختراحات اللي بيقلوه الناس قاعدة شغالة للنهار والله وما ينفعش تقول سر الشغلانة ما ينفعش وانا مش جاي لا جاية دافع نفسي انا عارف لكل كلمة الواحد بنتقى استاذ ابراهيم بيفتعل نفسه سكة عقلقة كتيرة هتفهمك قصدك ايه وناس هتقولك وانت فاكر نفسك مين وانت عايز ايه مش كفاية وحلطاشو فيك ما بقاش حد بعيد عن ناقل البعض لا يحترم احد مش فيه ناس ممكن تقولك وانا زان بي ايه في كل ده وعلى فاكر ناس كتيرة كلنا بيجلنا لحظة نقول طب احنا جاينا من ايه بكده لكن ما نقدرش نسيب النادي الاهلي احنا بنبني وانا قلتلك عالكوادر اللي بتتبني انت لو بدخ عديلك شركة الاهلي تعالي شوف الكوادر اللي جواها فيه كوادر عشان نجاهز اللي جاي وفيه ترشحات وفيه لكن كله في اطار ايه برضو قدرة والامكانات انا مش جاي الشركة تصرفه بس جايب عشان يبقى فيه اطار من الشكل الاخصادي الذي يطلبه الاتحاد الدولي انما ننفقه يكون الرضاعته موجودة عندنا في ظل الواقع مش الافتراب فبنجيب مدخيل بنعمل كل يوم التاني شغل وفي نفس الوقت انا مش جاي اشرح انا بشرح بشرح اللي انا عشته واللي الادارة في ادارة النادي الالي عايش اضعافه وظروف اصعب منه هو الرجل لجنة التخطيط انت تعلم جيدا الكابتل الخطيب بيتقال له ايه من ستة اشهر النصيحة الطبية خد راحة انوازم يبعد تماما عن اي عمل اي مجهود مش قادر ايه الراجل اخد راحة فبتتفاقم الحالة بتاعته طيب هل حد يمن على النادي الالي لا ده الواجب وده ودي سعادة سعادة اي واحد بيبدل للنادي اي واحد هيفهم من الو فضل عن النادي الالي مش عايزينه بيما فيهم وانا وحضرتك طبعا اي واحدة تصور انه عشان بيشجع النادي الالي دي الفضل لا هو مش فضل انت بتستمتع بنادي له تاريخ وبيخليك مصدر فخر محدش هو فضل عن النادي الالي النادي الالي له فضل علينا جميعا وكلنا صفحة وسوف وتطوى ولكن علينا ان نحب الالي وانا اجعله فعلا فوق الجميع مصلحته قابلينا كلنا انا 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 بعيش كده اذا عجبكو اذا الكلام اهلا وسهلا مش عجبكو حبوه بطريقتكو بقى كل واحد يحبوه بطريقته بس كمان لا تهاجموني ولا هاجمكو بس نشوف النتيجة ايه انا استشعر الخطر تستشعر الخطر طبعا انا عايز الاهلي يعني ناس تقولك الاهلي ملك مش عارف مين لا الاهلي مش ملك حد لا ملك رموزه ولا ملك اداراته ولا اعضاءه ولا ولا صاحب الفكرة الاولى عمر لطفي مش ملك حد كهو تحاول الى فكرة بالضبط ملك 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 مصر وافريقيا ملك ملك الزهو بيها ملك ملك البشر ملك الفكرة ملك الفكرة نفسها الفكرة دي عملته في المجتمع بالضبط عملته في افريقيا عملته في نظرة العرب الى النماذج النجاحة ان كل العرب يطلقه اسماء الاهلي تيمنا بيها عايزين نسعيدة انها تستمر وتنمو مش نقعد ننتقدة ونسافه منها سيبوا ده اللي ما بيحبوناش اللي بحبونا حبونا بالطريقة الصحة نداري نداري مش على عيوبنا نداري ان حد يعرف يخترق صفوفنا ونعالج ونعالج واي واحد يقصر يبعد واي واحد يعني يتباهى او انه بيمين على النادي القلي مش بنعصو انا مش عارف انا صح ولا غالب لا ده عين الحق وعين الصح